كتاب الجغرافية للصف التاسع الجزء الأول الدرس الثالث من الوحدة الثانية الوضع المائي في العالم هل تتوزع الموارد المائية بشكل متوازن في العالم؟ ولماذا؟ أولاً، التساقط المطري في العالم تعد مياه الأمطار المصدر الرئيسي للمياه على كوكب الأرض إلا أنها لا تغطل بانتظام من حيث الزمان والمكان على جميع المناطق في العالم فنجد مناطق راطبة مثل الجزء الأعظم من الأمريكتين وشمال قرتي أوروبا وآسيا ومناطق أخرى يندر فيها سقوط الأمطار كمناطق شمال إفريقيا ولتعرف ذلك، انظر الشكل الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تليه في الشكل الثلاثة كمية التساقط والتبخر والجرايان السطحي في قرات العالم لكل كيلومتر مكعب ويبين القرات آسيا وأوغانيسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واحد، ماذا يمثل هذا الشكل؟ اثنين، أشر إلى المناطق التي يتساقط عليها كميات كافية من الأمطار ثالثا، اكتب أسماء المناطق التي يقل فيها سقوط الأمطار ثانيا، الوضع المائي عالميا يتجاوز الطلب على المياه العذبة الموارد المائية المتوافرة إما بسبب الظروف الطبيعية كنقص الأمطار أو عدم توزعها بشكل منتظم على سطح الكرة الأرضية وإما بسبب الظروف البشرية كتزايد أعداد السكان وتزايد أنشطتهم المختلفة وكذلك نقص الخبرة وغياب التدريب التقني والمؤسسي وضع فيها الإدارة والحكيمة للموارد المائية مما يؤدي إلى قلة إمكانية الحصول على المياه النظيفة ولتعرف الوضع المائي على مستوى العالم انظر الشكل الآتي ثم أجب عما يليه من الأسئلة في الشكل 2-14 توزيع المياه العذبة في العالم ويبين الشكل كيفية توزيع المياه العذبة في العالم حسب المناطق لكل متر مكعب لكل فرد في السنة وتقسم المناطق إلى آمن حرج ضغط وعجز 1-ما القرات التي تتمتع بوضع مائي آمن؟ 2-في أي فئة تقع المجموع معات العربية من حيث الوضع المائي؟ 3-قار بين نصيب الفرد من المياه العذبة بين شمال أفريقيا وأمريكا الجنوبية 3-مؤشرات مشكلة المياه العالمية يفتقر 1.1 مليار نسمة أي 6 سكان العالم تقريبا إلى المياه الصالحة ويفتقد 2.4 مليار نسمة أي تقريبا 40% سكان العالم إلى خدمات الصرف الصحي يقضي 6000 طفل تقريبا يوميا بسبب الأمراض الناتجة عن المياه غير المأمونة 4-ي تسبب تلوث المياه وعدم توافر خدمات الصرف الصحي فيما نسبته 80% من الأمراض في العالم 5-ارتفع معدل استهلاك المياه بما يعادل ضعف معدل زيادة السكانية خلال القرن الماضي 6-تلخص الدول النامية من المياه العادمة من دون معالجة بما نسبته 90% منها 7-أدى الإفراط في ضخ المياه الجوفية للري والشرب إلى انخفاض مستوى المياه كثيرا في مناطق عدة 8-مما أجبر سكانها على استخدام مياه ذات نوعية رديئة لأغراض الشرب 9-تبلغ نسبة الفاقد من المياه نتيجة تسربها وسحبها بطرائق غير شرعية وهدرها 50% تقريبا من المياه المخصصة للشرب 10-60% من مياه الري في البلدان النامية 10-رابعا اقتراحات للتخفيف من مشكلة المياه 11-وضع الدول الاستراتيجية شاملة للمياه تتسم في المحافظة على أمنها المائي في ظل تضاءل الكميات المتوافرة 12-استخدام التقنيات الحديثة والموارد البديلة للحد من التلوث مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية السليمة 13-حفر الآبار الارتوازية وبناء السدود والاستفادة القصوى من مصادر المياه الجوفية والأمطار وتخزينها لضمان توفر الإمدادات عند الحاجة 14-معالجة المياه المستهلكة وتدويرها 15-وإقامة مراكز أبحاث وتطوير للموارد المائية 16-وإعداد الكوادر الوطنية والاستفادة من الخبرات العالمية 17-وضع قوانين صارمة وملزمة للدول والأفراد فيما يتعلق بمكافحة التلوث والحد من الإضرار بموارد المياه 18-أسئلة الدرس 19-واحد ما أهم التحديات التي تواجه البشرية في مطلع الألفية الثالثة 20-أذكر مؤشرات مشكلة المياه في العالم 21-ثلاثة فسر سبب زيادة الطلب على المياه في العالم 22-أربعة ما الاقتراحات للتخفيف من مشكلة المياه في العالم 23-خمسة بالاستعانة بالشكل 2-أربعة عشر وأطلص العالم 23-أذكر مثالين على 24-ألف دول تعاني من عجل المياه 25-با دول تعاني من ضغط على المياه 26-جيم دول تعاني من وضع حرج 27-دال دول تتمتع بوضع آمن 27-تم 27-م اشتركوا في القناة